يوسف شاب عمره 29 سنة رياضي مشيط وما عنده اي امراض فجأة بدأ يحس بتعب غريب احيانا اعلام في البطن احيانا اسهال واحيانا امساك واحيانا دم خفيف في البراز يوسف تجاهل الموضوع قرأ اونلاين انها اعراض سوء هضم وبتعدي ولكن مرت شهور فقط 7 كيلو من وزنه وصار البراز شكله مختلف عن المعتاد وصار يخرج معه دم احمر داكن الالام تحولت لتشنجات الانتفاخ والشعور بالامتلاء ما فارقوه وحتى صار يتقيئ من غير سبب واضح لما راح المستشفى لا يفحص هنا اكتشف الحقيقة الصادمة التشخيص كولوركتالكانسر او سرطان قولون في مرحلة مبكرة الله يستر يا رب ليش يا دكتور عمت لنا هالقصة المفجعة لانه في امر مثير للقلق يحدث في عالم امراض القولون حالة يوسف لم تعد من الحالات النادرة زمان قبل 1990 كان سرطان القولون يظهر عند الناس فوق الخمسين سنة اليوم الاحصاءات في الدول العربية بتقول انه تضاعف عدد المصابين تحت سن الخمسين في الدراسة الضخمة نشرت سنة 2023 غطت منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا على مدى 30 سنة وطلعت بنتيجة صادمة معدلات الاصابة والوفيات في تصاعد مستمر والاغرب ان معظم هالشباب ما عندهم اي عوامل وراثية او تاريخ عائلي وهذا مريب جدا لدرجة ان الباحثين متوقعين انه بحلول 2030 سرطان القولون والمستقيم ممكن يصير السبب الاول لوفيات السرطان عند الشباب يعني اي واحد فينا ممكن يكون مكان يوسف لا سمح الله والله يكفينا الشر لما قابلت حالة يوسف مؤخرا وغيرها الكثير سابقا من حالات التهاب الامعاء والقولون العصبي والسلائل او بوليبس في القولون المستقيم عند الشباب وبعد سنوات من قراءة الابحاث ومن سوابقي الشخصية مع الجهاز الهضمي يلي عانيت معه حتى قمت في زالة المرارة بـ 2019 ايقنت انه من واجبي تكثيف جهودي في نشر الوعي والتحذير هالحلقة مش عن يوسف ولا عن اعراض القولون هالحلقة عن الدراسات الحديثة يلي كشفت عن السبب المريب لهذا الارتفاع المفاجئ لامراض القولون ركز معي للنهاية صدقني دقائق هالفيديو القليلة مهمة لصحتك وصحة اطفالك انا الدكتور فارس عرب وحلقة جديدة من سكون ند الخبر الصادم لكشفته الدراسات الحديثة ان ارتفاع حالات سرطان القولون مرتبط ببكتيريا شائعة في امعاء كل واحد منا وهي الاسشرسيا كولاي او كما تعرف اختصارا بالإي كولاي اكيد سمعت عنها من قبل غالبا في سياقات مخيفة مثل تسمم الطعام او التهابات المسالك البولية لكن ما قد لا تعرفه ان هذه البكتيريا تعيش بشكل طبيعي في امعاء البشر والحيوانات بدون ان تسبب اي ضرر شو الحكي يا دكتور انا بأمعاي في بكتيريا بتسبب السرطان يعني لازم اخوه مضاد حيوي كلا يا عزيزي من الطبيعي وجود الاي كولاي في امعاءنا وبالعكس يجب ان تتجنب المضاد الحيوي قدر الامكان لتحافظ عليها ليش؟ المشكلة ليس في وجود البكتيريا في امعاءنا بالعكس وظيفتها اساسية في عملية الهضم المشكلة تحصل عندما تنتج بعض صلالات الاي كولاي مادة خطيرة اسمها الكوليباكتين الخطر ان هذا السم البكتيري يهاجم حمضنا النووي او الدي انا مباشرة ويسبب طفرتين اساسيتين الاولى SPS-AT-AID تبدل قاعدة الثيامين من الدي انا بقاعدة اخرى والثاني ID-18 تحذف او تضيف جزء من الدي انا وتخرب كود القراءة الجيني هذه الطفرات تعطل جين مهم جدا اسمه APC وهو الحارس الذي يمنع الاورام اذا تعطل هذا الجين الخلايا تتحول لسرطان بلا رادع دراسة علمية عملت ضجة نشرت حديثاً 2025 في مجلة نيتشر الباحثون قاموا بتحليل الهول جينوم سيكونسينغ او تسلسل الجينوم الكامل ل981 عينة سرطان قولونه مستقيم تشمل حالات من الشباب ومن كبار السن من 11 دولة عبر اربع قارات ما وجدوه كان نفس هذا النمط المحدد من طفرات الدي انا الذي يتركه سم الكوليباكتن هذه الطفرات ارتفعت بمعدل 3.3 اضعاف في عينات سرطان البالغين تحت سن الاربعين مقارنة بمن تم تشخيصهم بعد سن السبعين يعني مو بس زاد انتاج الايكولاي للسموم بل هذه اول مرة يثبت ارتباط السرطان بالبكتيريا في سن الشباب وهذا ليس كل شيء اكتشفوا مشكلة اكبر من ذلك هذه الطفرات تبدأ بالتراكم في حبنا النووي منذ الطفولة مما يضع الشخص منذ الصغر على الطريق نحو السرطان يلي مركز معي لحد الان اكيد حيسأل لماذا زاد انتشار بكتيريا الايكولاي يلي بتنتج سم الكوليباكتن المسبب لسرطان القولون مؤلفي دراسة منشورة في الامريكان جورنال اوفيسيولوجي عندهم فرضية عن العوامل المؤثرة على هذا التغيير ملخصها كالتالي منذ مطلع القرن العشرين ومع تغير نمط حياتنا بشكل جذري واعتمادنا اكثر على المضادات الحيوية في منظماتنا الصحية وانتاج الاغذية ومع الافراض لاستهلاك الاطعم المصنعة والفائقة المعالجة هذا ادى لتغييرات في تركيب المجتمعات البكتيرية في امعائنا ولمواجهة هذا الغزو تطور بعض سلالات الايكولاي انتاج سم الكوليباكتن كالية دفاعية ضد مستعمرات البكتيريا المنافسة لها المشكلة ان هذا السم لا يهاجم البكتيريا فقط بل يترك اثر خطير على حمض النووي واكبر مستهلك لهذا النظام الحديث هم الاطفال مما يضعهم منذ الصغر على الطريق نحو السرطان الخلاصة يجب ان ننتبه وبشدة ان كثرة دخول المضادات الحيوية لاجسامنا وخاصة في مرحلة الطفولة يغير توازن بكتيريا الامعاء والنمط الغذاء الفقير بالالياف الغذائية والتي هي الغذاء الاساسي للبكتيريا النافعة في الامعاء يؤدي الى انخفاض كبير في تنوع ووفرة المايكرو بايوم الجيدة قلة النشاط البدني والافراض بتناول الكربوهيدرات وعدم الاهتمام بالوزن والسمنة والسكري والافراض بتناول اللحوم الحمراء والمصنعة وطهي اللحوم على درجات حرارة عالية وانتشار التدخين والكحول والتعرض للاشعاع والملوثات كل هذه العوامل تخلق بيئة مثالية لنموء البكتيريا الخبيثة وافراز السموم في امعاءنا على حساب البكتيريا النافعة النتيجة ضعف المناعة والتهابات مزمنة والاخطر ضرر مباشر يتراكم في حمدنا النووي منذ الطفولة ليمهد الطريق للاصابة بالسرطان بعد عشرين سنة او اكثر لذلك يا عزيزي ارجوك صحتك تهمني ابدأ من اليوم بتحسين نظامك الغذائي وعلم هذا السلوك لاطفالك تدرج بالتقليل وترك التدخين والكحول ودعم امعاءك بالبروبايوتكس الطبيعي او الكبسولات وانتبه من هذه الاعراض المبكرة ضعف العام والارهاق او فقدان الوزن الغير مبرر الام البطن والانتفاخ او التشنجات تغيير عادات التبرز لايام متواصلة او دم في البراز والشعور المستمر بالالحاح للتبرز هذه الاعراض قد تكون ناتجة عن مشاكل بسيطة لكن اذا اجتمع اكثر من عرض لا تتردد وراجع الطبيب فورا واذا كان عمرك فوق الـ 45 سنة اعمل فحص كولونوسكوبي ولا تنتظر الاعراض التغيير يبدأ بخطوة صغيرة منك اليوم والفحص المبكر ينقذ حياتك غدا ولهون خلصت كلامي اتمنى انك استفت من هذه الحلقة شاركها مع الاهل والاصحاب وساهم بنشر الوعي كان معك الدكتور فارس عرب واعتني بجسمك لان روحك تسكن فيه ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر